بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء طول ما احنا ماشيين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد علينا أنواره صلى الله عليه وسلم ويدلنا على الطريق نوصل إلى الله سبحانه وتعالى ونعيش بالسعادة وبالهنى ويا فرحة اللي يكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا على حضرة مولانا قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله فرحة عظيمة لكل اللي يمشي مع حضرة النبي ويمشي في نوره وتعالوا نمشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وإزاي هو بيدلنا على أشياء تطيب القلوب وتوصلنا بالمحبوب سبحانه وتعالى في حديث من أعجب ومن أجمل ومن أحلى ومن ألطف ومن أنور أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اللي بيروي سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الحديث من أجل أحاديث رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الحديث لقبه العلماء بأنه نور قلوب المؤمنين هذا لأنهم عاشوا وذاقوا حلاوة تلك التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث لما سمى هذا الحديث بسيد الاستغفار والسبب إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سماها سيد الاستغفار على ما قاله العلماء إنه حديث جامع جامع لإيه؟ أنا بحب أقول إنه جامع مش بس لمعاني التوبة لكن جامع لكل أشكال التسكية جامع للتخلية وجامع للتحلية وجامع للتجلية شوفوا كده وبيقول إيه؟ ماذا؟ أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن تخلية أبوء لك بنعمتك عليه تحلية إلا حاصل فالإنسان بيتخلى وبيتحلى والاستغفار إيه هو؟ غير إن واحد يرى ذنبه فيطلب من الله أن يعفو عن هذا الذنب وماذا؟ ويحليه بالعبودية فشوف بقى التجل بقى وأنا على عهد كواعد كما استطعت يا سلام على الوصد وعلى الوصال بينه وبين ربنا يبقى الحديث دا عندي هو سيد الاستغفار لأنه يعلمنا أن الاستغفار ليس المراد منه الفرار من الذنب ولكن الاستغفار المراد منه التسكية والوصل بالرب تاني سبحانه وتعالى يبقى الاستغفار ليس المقصود منه ماذا؟ ليس المقصود منه ماذا؟ الفرار من الذنب ولكن المقصود هو الوصال بالرب سبحانه وتعالى إن أنا أكون موصول بالله سبحانه وتعالى فأنا أستغفر لماذا؟ ليمحو الذنبي؟ لا ليتجلى علي بأن يبشرني بأنني ما زلت على الوداد وأنني من العباد وأنني مكتوب في أهل الإسعاد لما سينظر إلي بالمداد فأكون في خير العباد الله ولذلك هو سيد الاستغفار لأنه أخذنا من الزنوب إلى حضرة المحبوب سبحانه وتعالى يبقى هو سيد الاستغفار لأنه أخذنا من الزنوب يأخذ بأيدينا من الزنوب إلى حضرة المحبوب ولا فكرة ومش عجيب أن أنا أشوف كلمة سيد وكأنه ماذا؟ هو سيد الاستغفار لكأنه يدخلنا على حضرة الغفار يدخلنا على السيد سبحانه وتعالى يما معنى سيد الاستغفار ان هو ايه يسود ويتقدم كل صيغ الاستغفار الاخرى في الفضيلة وفي الرتبة فعنحاول بسرعة ان احنا نتعامل مع هذا النور نقتبس منه من انواره وعشان كده تعالوا نقول وهو بيقول لنا بسرعة خد هذه الصيغة واغسل بها قلبك عشان تدخل من ذنوبك وخلينا نبص على فقرة فقرة من هذا الحديث وجملة جملة ونور ونور وبركة بركة من كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي في بداية الدعاء بيقول اللهم انت ربي لا اله الا انت يا سلام شوف كده ايه الفائدة اللي بعد ما اقول اللهم انت ربي لا اله الا انت هو ربي لماذا اقول لا اله الا انت ما ينفعش تدخل على الاستغفار وانت مش مذكر لقلبك بمعرفتك بالله لان انت لو معرفتش الله سبحانه وتعالى ازاي هتذهب وتستغفره اللهم انت ربي وانا حاصل اذا كنت ربي فلا اله الا انت يعني ايه انا لن يمنعني زنبي من ان ادخل عليك انت ربي الذي ربي الذي ربيتني على رحمتك وربيتني على ودادك وربيتني على ان تقبلني لو جئتني بقراب الارض خطايا جئتك بقرابها مغفرة ثم غفرت لك ولا ابالي يا الله رب رب كريم ودود رحيم صاحب الجود سبحانه وتعالى اللهم انت ربي شوف الكلام اللهم انت ربي فإن اللي حاصل انت الذي ربيتني فلولا انك ربيتني على ان اعود اليك لخفت منك ولكنك انت الذي علمتني كيف اتجاوز ذنبي واقبل على ربي اللهم انت ربي لا اله الا انت ولانك ربيتني على نعمتك وربيتني فلا اله الا انت وده بيعلمنا ان احنا نمشي في السنة سنة ايه السنة اللي علمتنا الفتحة علمتنا القرآن الكريم ان احنا لما نبدأ وندخل في الدعاء نعمل ايه نبدأ بالسناء على الله سبحانه وتعالى ودائما كده لما ندعو الله سبحانه وتعالى لازم نقدم ايه نقدم السناء بين يدي الطلب وده بيسموه ايه براعة المطلب ان انت ايه لما تيجي تطلب حاجة ايه اللي حاصل ها تبدأ بايه بالسناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين ايه دينس او شوف شوف الطلب جيفين؟ اهدين الصراط المستقيم في الاخر وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن رب العزة من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته فوق ما اعطي السائلين فدائما نتعلم ان احنا نسني على الله سبحانه وتعالى وساعة ما نسني على الله سبحانه وتعالى نسيب قلوبنا تستشعر فضل الله علينا عشان نتفتح باب امل في قلوبنا اصل انت لما تسني على الله تعرف نعمة ربنا عليك وتفتكر انه ايه انعم عليك وساعتها بقى هتشوف ايه هتشوف الفقرة الثانية الجملة الثانية من هذا السيد سيد الاستغفار ايه الجملة الثانية بتقول ايه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك الله شوف هذه الخصوصية خصوصية انني خلقتك انني ملكك ان امري بيدك فلزلك وايه خلقتني ثم ماذا ثم اهملتني ثم تركتني لا خلقتني وانا عبدك هنا بقى الموطن ده لازم نفهم يعني ايه خلقتني وانا عبدك خلقتني وانا مغموس في نعمة العبودية هي العبودية نعمة بعض الناس فاكرين ان العبودية دي فضل من العباد ابدا العبودية دي نعمة فضل من الله لان العبد لما بيكون عبد بيبقى امره كله على سيده وعشان كده ايه اللي حاصل مش هتقدر تفهم ايه اللي خلى اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني اه نعمة وانا عبدك نعمة فساعتها افهم ان انا ايه فين بقى النعمة وانا عبدك انا بقول ان انا اسيرك لا 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 ما تفهمش ان العبودية اسر العبودية فضل من الله كونك انت دخلت تحت العبودية انت كده ربنا تفضل عليك ليه اليس الله بكافن عبده شوف ربنا تفضل عليك بايه ان هو يكفيك الله لطيف بعبادي ربنا لطيف بيك وعشان كده هتبقى في الكفاية الربانية وكمان مش هتبقى في الكفاية الربانية كمان تبقى تحت ظل الطافة تبقى مغمور بالطافة الله لطيف بعبادي ده يو ده فيه شرف اكتر من كده فيه فضل اكتر من كده الناس عندما ينظرون الى العبودية ينظرون الى وجه الاسر ولا ينظرون الى وجه البشر والكرم والجود اللي ربنا سبحانه وتعالى بشرهم بيه لما قال أليس الله بيكاف عبده يبقى انت لازم تفهم ده ويتتنبه لده ساعتها لما تتنبه هتنشد مع المنشد وتقول ومما زادني شرفا وتيها وجدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصر يارت أحمد للنبي يا الله دخولي تحت قولك يا عبادي الله وعشان كده خلقتني وأنا عبدك تقولها كده وانت مفتخر بهذه النعمة مفتخر بهذا الود وليس معنى مفتخر ان انت تحس بان انت تصاحب لا انت المرعي انت الذي نظر الله اليك كل ده موجود تحت ايه تحت معنى خلقتني وأنا عبدك علشان تفهم ان مجرد المعصية ما بتخرجكش من تحت عبوديهك لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى من بيفكرك ان ربنا هيتولى امرك لانه خلقك سبحانه وتعالى وبعد ذلك ندخل بقى خلاص خلقتني وأنا عبدك ولذلك هذا المدد الذي أمدتني فيه وأمدتني به سأستعين بها على ماذا وأنا على عهدك وعدك ما استطعت خلاص بهذا المدد أسير في هذه الحياة والعهد هنا يكون مقصود العهد لربنا سبحانه وتعالى أخذوا على الخلائق لما سألهم وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى أما الوعد فاللحظة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في أحاديث كثيرة منها أنه سبحانه وتعالى أنه من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترضاه الله عليه أن يدخله الجنة فلا يحفظ العهد وهينال الوعد تخيل العهد أنك تفضل على طول أن ربنا سبحانه وتعالى موجود وتفضل في حضرة مولاك على طول يبقى كل اللي فده من السناء والطلب هنا هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربنا بقى إيه فيقول بقى هيبتد بقى أن ندخل بقى على الطلب أعوذ بك من شر ما صنعت وكأنه يقول اللهم أعزني مما أصنع اللهم أعزني مني وكأنه يقول لي يا من لك كلي فأسألك أن تحفظني مني يا من لك كلي أسألك أن تحفظني مني أول حاجة يتبرع بي أن منها الإنسان هو حول قوته ويقول لربنا يا رب أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت من شر ما دلتني عليه نفس الأموارة بالسوء وبعدها على طول عيعترف أن الخير اللي هو فيه كله من نعم الله سبحانه وتعالى أبوء لك بنعمتك عليه يبقى يعترف أن الله سبحانه وتعالى أنه غريق النعم يا أنت شعر أنك غريق النعم أن كل النعم اللي أنت فيها ملك لله سبحانه وتعالى من الله وإلى الله ربي هي منك أنت وحدك فأنت فأنت بتقول ربنا إيه يا رب الشر أنا اللي عملته وأعوذ به وأعوذ بك منه وأما الخير فمنك وأنا اعترفت بها وده يحصل فيه تجل واضح ويحصل فيه فهم الحديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك علشان كده يجي الجزء التاني من الحديث بقى أبوء بذنبي يعني أنا يا رب معترف أن أنا أسأت الأدب معك وأنت عطيتني وأنا قبلت هذه العطية بسوء الأدب والذنوب فأنا أعترف أني أسأت لكن نعمك يا ربنا لابد أنها تقابل بالشكر فإذا أسأت الأدب فأنا آتي لأعترف بسوء أدبي طيب أنا عايز إيه بقى تيجي بقى آخر فقرة في الحديث وكأن كل اللي فات كان سناء عن الله ومقدمة علشان نطلب منه الطلب المهم ده وهو المغفرة لأن الحديث سماها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه سيد الاستغفار فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن إلا هو أنا أروح لمين ومليش حد غيرك يقبلني على أوحالي ويغسل حالي ويأخذني إليك إلا أنت وعشان كده الله سبحانه وتعالى إذا لم ترحمني ولم تغفر لي فمن الذي يساعدني هنا يتعلم بقى حاجة مهمة في حياتنا سيد الاستغفار بيعلمهن اللي عايز يغير حياته لازم يعمل شوية حاجات أول حاجة عايز تغير حياتك لازم لا ترضى عن نفسك لأن أصل كل بلية وأصل كل معصية الرضا عن النفس معنى الرضا عن النفس يعني إيه يعني أنا خلاص أنا عملت العليا لا ما فيش حاس ما عملت العليا أنت دائما تسعى إلى الله من أتاني يمشي أتيته هارولا أنت دائما تسير إلى الله إني ذاهب إلى ربي سيهديد أنت تقبل على الله دائما ما فيش حاس ما إيه أنا عملت العليا على طول عليك أن تقبل على الله مش معنى كده أن أنت تشق على نفسك لكن معنى كده أن أنت تستمر الله سبحانه وتعالى يحب المعامل لأدوامه وإنقل يبقى تداوم يبقى أول حاجة تداوم تاني حاجة على طول بيعلمنا سيد الاستغفار حاجة مهمة جدا أن أنت تعرف أن أنت غريق للمدد دائما أنت في النعم فما حدش يقول أنا مش قادر لا مدد ربنا ونعمة ربنا عاد ساعدك تالت حاجة بيعلمنا سيد الاستغفار أن الله يسمعني وأن الله معايا وأن كل شيء مهما كانت أو حالي الله سبحانه وتعالى سيغيره حالي آخر حاجة بيعلمنا سيد الاستغفار أننا نتعلم دائما أن يكون قلبي موصول بالغفار وأن يكون عندي وصل ويكون سري بيني وبين ربنا أدعوه عشان يخفر لي ويفضل السري ده لا ينقطع بيني وبين الله سيد الاستغفار معلم سيد الاستغفار سيد الأساتذة سيد المعلمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ذاقوا ونهلوا من أنوار حضرة النبي ويجعل سيد الاستغفار مفتاحا لقلوبنا دائما على حضرة ربنا يا رب العالمين اقبر استغفارنا واجعلنا من أهل الوصال على كل حال يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نتابع أسئلتنا مع حضراتكم ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعنى صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسيره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وأسئلتكم تفضل نور وبركة ويفضل جسري مفتوح على حضرة مولانا سبحانه وتعالى ويفتح لنا حضرته وندخل كلنا على مجلس العلم ونظر لي في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ينظر إلينا وكمان يعلمنا ما ينفعنا أول سؤال جنة بيقول السلام عليكم من فضلك يا شيخ أنا عايشة في بيت عيلة حماتي بتعملني وحش جدا مع أني بساعدها في شغل البيت وبتعامل سلفتي أحسن مني وبتكلموا علي وحش قوي ومحدش بيكلمني أنا نفسيتي تعبت جدا جدا وممكن تقول لي كلمة ليه علشان أنا والله بعملها كويس قوي مش عارفة بتعمل معايا ليه كده هي بتقول ممكن تقول كلمة لي وكأن أنا أكلمها يعني أقولك أنت ولا أكلمها هي ممكن أكلمها هي وأكلمك أنت كمان أنا عايز أقول لحضرتك حاجة الأول خالص أنا دي نصحت للناس كلها أنا عايز أسأل سؤال مين اللي علمنا أن إحنا أصلا موجودين ونعامل الناس بالأخلاق لازم الناس يعملون بالأخلاق مين اللي قال كده مش بالضرورة على فكرة وعن نعمل إيه في القرآن طيب ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني إيه اللي حاصل لقرآن قال لنا اللي بيأذيك ولا بيدائك ده ده راجل مجرم ووحش ولازم تنتقم منه ولازم تاخد حقك منه ما حصلش إحنا الأساس عندنا اللي عنده أخلاق بيفضل يتعامل بالأخلاق مع الناس حتى لو الناس أسائت الأدب معه حتى لو الناس أسائت إليه عارفين ليه إحنا لسه كنت في حالة النهاردة بنكلم عن العهد والوعد من العهود اللي ربنا أخذ علينا العهد الذي بيننا وبين الله اسمع حضرتك كويس أول العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عاصى الله فينا إن احنا نعمل إيه نطيع الله في من عاصى الله فينا يعني واحد أسائلين وظلمنا نطيع ربنا فيه فننصفه ولا نمنعه حقه ونحسن إليه ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ على فكرة الواصل مش بس الواصل للرحم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحم واصلها يبين لنا بعد حضرت النبي في حديث ثاني يقول لي لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يتقابلان فيعرض هذا بوجه ويعرض هذا بوجه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أهو ليس الواصل بالمكافئ أهو إذن أنت لازم تعرفي ده افتراض إحنا افتراضنا إننا لما أعامل حد كويس هو لازم يعملني كويس وإلا يبقى أنا أمتنع عن الأخلاق وأمتنع عن الخير ده افتراض مش صحيح افتراض غير ديني افتراض غير على فكرة افتراض لا نفهم فيه معنى الأخلاق الأخلاق نفعلها لأنها تضيف إلينا قيمة لا أننا نحصل على شيء من الناس من خلالها الأخلاق قيم لأنها تضيف لنا قيمة عند الله مش قيمة عند الناس أقول لكم حاجة تعالوا نعرف ما صار النفع اللي ربنا كتبوا في الأخلاق أنا أفعل الأخلاق فربنا سبحانه وتعالى الخلاق يقبلنا في حضرته فإن اللي حاصل فلما يقبلنا يضع لنا القبول بين الناس يبقى لازم الأخلاق نروح بيا عندي مين عند الله وهو فعال لما يريد بقى يصلح قلوب الناس يختبرنا بالناس فعال لما يريد يبقى إذن أنا وبتعامل بالأخلاق مسار مع الله مش مع الناس المسار اللي مع الناس دي أقول لكم حاجة يبقى الناس اللي ربه الشخص ده محتاجين كانوا يزكوه مش ربه بس مش يعودوه يجعلوه من أهل التسكية فأهل التسكية لما يجوا يعلموا أولادهم يعلموا أولادهم أنهم بيعبدوا الله بالأخلاق ويبقى كل واحد بنتعامل معاه ده محراب عبادة يعني مثلا أنا سألني مثلا أنا لما أصلي أنا بصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني عطية ولا بصلي لأن الله يحب الصلاة ولأن الصلاة تصلتهم بين العبد وربي كذلك أنا بحسن للناس لأن الله يحب الإحسان ولأن الله سبحانه وتعالى إذا أنا أحسنت جعل حياتي سعيدة لما أعمل كده الناس تشوفني مختلف لأنها تشوف نور ربنا في وجهي فلذلك حمايتك دي مش هقولك ما تسأليش فيها أو طنش فيها أنا هقولك حاجة واحدة بس أعبوضي ربنا فيها مش أنت لما ممكن تكوني تعبانة تقومي عشان تصلي كذلك لما يكون قلبك موجوع تحسني وتسمح وتتجاوز عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبلك وذلك الله سبحانه وتعالى لما سيدنا أبو بكر عمل مع مصطح وخلاص وأوقف الصدقة اللي كان بيدعاله عشان تكلم في حادث الإفك ربنا نحب خطبه ألا تحبون أن يخفر الله لكم لأنه أحب قال أحب يا رب وأعاد الصدقة وأعاد الصدقة اللي بيدهاله مرة تانية وكانت سمع صلة فأعاد الصلة اللي هو كان بيوصلوا بيها يبقى نعمل كده يبقى نعمل رأيي أن الكلام ليكي أنت أنه في الحقيقة استمر في اللي أنت بتعمليه بس استمر في اللي أنت بتعمليه يجي بعض الناس يقول لك أنا بعمل ربنا طب أنت بتعمل ربنا إيه بعمل ربنا مش بعملكم أنت يا شريرين لا ده مش معاملة ربنا إذا رأيت إذا رأيت الجميل ماذا زال كل شيء سقيل كل شيء يزول أنت بتعمل ربنا فمش شايف حد غير ربنا لما حد يعمل حاجة تتبسم كده وتقول له يا رب أنت عارف أن أنا بعملك ومش فاهمين أن أنا بعملك وخلاص وانتهت القضية زي حضرت النبي لما كانوا يسيوا إليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مهدي قومي فإنهم لا يعلموا فإلا حاصل يبقى أنت استمري في طاعتك وما تشتكيش استمري في هذا طب وده يخليك مرتاح لأن طول ما أنت بتزعلي بأن أنت منتظرة حاجة لكن لو مشيت من غير ما تزعلي يبقى خلاص أنت وصلت أنت تعملي ما أولانا سبحانه وتعالى أما بقى حمايتك فأنا بقول لها اتقوا الله وأن تفتنوش الناس ما تفتنوش أهل الأخلاق ولا تكون يعونة للشيطان عليها ولا تكون يعونة للنفسها الأمر بالسوء عليها اتق الله في نفسك ده في الأخ خالص هتبقى أم أحفادك فاتق الله فيها ولو كسرت قلبها الله سبحانه وتعالى سيأتي هذا القلب شاهدا عليك يوم القيامة إن أنت أزيتها وظلمتيها فاتق الله فيها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال وتوبوا إلى الله بماذا؟ بالإحسن للناس وجبر الخاطر فتوبوا إلى الله واجبروا خطرها لو كنت أزيتها أو أردت تكسريها وإن شاء الله ربنا يكرمك ويفتح عليك السؤال التاني بيقول بنتي عندها ست شهور وكل ما تشوف حضرتك تبصلك وتفضل تضحك كأنها تعرفك سبحان الله إدعي لها تكون ذرية صالحة وربنا يرزقها حياة كريمة يا رب ده يعني حاجة لطيفة خالص دي من المبشرات ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير يا رب وربنا يجعلها من الصالحات ومن العابدات ويجعلها من حملة القرآن ويجعلها إن شاء الله في الصالحين ويجملها بجمال الأخلاق ويحسن قلبها ويجعله موصولا بحضرة الخلاقي سبحانه وتعالى على الدوام ويوهبك فضلها وكرمها وتفضل في خيرك وتفضل في نور وتفضل في بركة ولا يقطع عنكم الله سبحانه وتعالى عطية أعطاء لأحد أحبابه ويجعل إن شاء الله سعة الرزق حلفكم ويجعلكم في سعى وسعادة وسرور على الدوام السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز الصيام بنية قضاء الحاجة وفك الكرب السؤال ده كأنه بيسأل هل يجوز إن أنا أصوم وكأني أتوسل إلى الله بالصيام ده إن هو يفك حاجتي طبعا ليه طيب لإن حديث الثلاثة الذين كانوا في الكرب كانوا في كرب الغار إيه لحصل هم توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيه بالعمل الصالح ولا شك الصوم من أجل ومن أعلى العمل الصالح لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به آه يجوز إن الواحد يصوم بنية فك الكرب وإزالة الهم والغم وده أخذنا من إيه من حديث السلاسة الذين حبسوا في الغار واحد منهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وجعل عمله الصالح بين أدي دعائه فكان عمله الصالح الإحسان لولده واحد كان عمله الصالح ترك المعصية وترك الفاحشة مع بنت عمه أو مع المحتاجة وواحد كان عمله الصالح إنه ماذا إنه حفظ الأمانة للأجير اللي كان عنده ومش بس حفظ الأمانة ده استثمارها كمان لصاحبها يبقى إلا حصل توسلوا بالعمل الصالح لكي يفرج الله عنهم فأجوز التوسل بالعمل الصالح اللي هو الصيام عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرج يفك الكرب وكمان يسدي الحاجة سبحانه وتعالى وإذا كان الكلام إنه كمان هل يجوز إن أنا أصوم في غير رمضان ويكون الصيام ده عنده دعوة مستجابة لما أجي أفطر آه نعم لإن الحديث جاء مطلقا لم يقل الصائم في رمضان قال الصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي فالتفسير اللي فسر العلماء فرحة عند فطري إنه عنده دعوة مستجابة عند فطري فيجوز إن يكون معنا السؤال ده إذا كنت أنصوم وإذا كنت أصوم حتى لو صوم نفل لو دعوت عند الإفطار الدعوة تكون مستجابة نعم لأن الحديث عام يبقى إذن لو كان المقصود هل يجوز إن أنا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح زي ما توسل أصحاب الغار نعم يجوز إن أنا توسل بالصيام بالعكس لمن أجل ما يتوسل به عند الله سبحانه وتعالى إذا كان السؤال بقى هل هتكون الدعوة مستجابة عند الإفطار كما تكون الدعوة مستجابة في رمضان الحديث عام ولم يخصص برمضان فإذن يجوز يكون معنا كده ويجوز ما يكون معنا كده ومتحقق المعنى ده إن شاء الله في الاتنين يبقى يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حديث من أجل حديث رسول الله رقبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار وأن سمى سيد الاستغفار لأنه يأخذنا من الزنوب من الأوحال إلى ماذا؟ إلى أن ندخل حضرة الجمال حضرة مولانا سبحانه وتعالى فإذا كان ده بيحصل فلازم نروح مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بأيدينا ويدخلنا إلى حضرة مولانا ونسعد ونتهنى وهذا الحديث بيفتح لنا أبواب الإقبال على الله وبيعلمنا أن نحن نستمر في العمل حتى وإن قل ويعلمنا أن نحن نعيش وعندنا مدد من الله سبحانه وتعالى وما نشوفش حياتنا أبدا فيه شيء انتهى فيها لأن الله سبحانه وتعالى يمدنا كل أن نمد وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك إذا سيد الاستغفار بيعلمنا الاستمرار وبيعلمنا أن نحن غرقنا في الأنوار وبيعلمنا أن نحن محل مدد الغفار وبيعلمنا أن الأبواب مفتوحة لكي ندخل على حضرة الرب الغفار مع سيدنا المصطفى سيد ولدي آدم سيدنا المختار اللهم صلي وسلم على حضرة النبي الذي علمنا هذه الأنوار وجعل حياتنا واسعة وجعل حياتنا بابا للسعادة وجعل سيد الاستغفار بابنا للإقبال على الحبيب الأجل سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا ممن يستغفرون فتفتح لهم الأبواب فيقبلون ثم يكونون بعد ذلك ممن أسكنتهم وأجلستهم في مقعد صدق عندك يا غفور يا رب العالمين اقبلنا وارحمنا وتجاوز عنا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين أين挖ل